من ناحية أخرى كانت خطط تنمية سيناء محور مباحثات رئيس الوزراء إبراهيم محلب مع محافظي شمال وجنوب سيناء وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير كافة الخدمات لأبناء سيناء عن طريق زيادة عدد الأطباء والمدرسين والأئمة للعمل على خدمة الأهالي فضلا عن إقامة مشروعات عدة بالمنطقة من شأنها توفير فرص عمل للشباب كما وجه محلب بسرعة دراسة كافة مطالب أهالي سيناء والعمل على تلبية المتاح منها في أقرب وقت ممكن مشددا على ضرورة الوجود الميداني والتواصل الدائم مع المواطنين